موسيقى وصلتم بوقاتا مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حوار الساعة منذ بضعة أسابيع واليمن يعيش على إيقاع أزبة سياسية اجتماعية لا يعرف كيف أو متى ستنتهي تؤكد على ذلك الخطوات التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي ضد الحوثيين في صنعاء وخارجها وقوله إن على الجميع الاستعداد والجاهزية والحذر لمواجهة كافة الاحتمالات إلى جانب التصريحات التي أدى بها عبد الملك الحوثي وتؤكد الاستمرار في التحرك الاحتجاجي حتى تحقيق المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون مطالب عنوانها اجتماعي لكنها أيضا ذات أبعاد سياسية مع تمسكه بمطلب تشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات وليس المحاصصة السياسية والقبلية يقول الحوثي إن الاستجابة لهذه المطالب ليست انكسار طرف أمام آخر وأن المتظاهرين لم يخرجوا للي ذراع أحد دعينا الشعب اليمني للاحتشاد مجددا في ساحة التغيير في خطوة تصعيدية جديدة ما لم تتم الاستجابة للمطالب هذه المواقف والتصريحات تدفع إلى الاتقاد أن هذه الأزمة مرشحة للتصعيد إذن خصوصا بعد فشل محاولات القوات الخاصة فضى اعتصام الحثيين أمام وزارة الداخلية والسعي لعادة فتح طريق المطار حيث يعتصم مؤيدو هذه المطالب إضافة إلى قيام مقاتلات يمنية بالإغارة على مواقع لحركة أنصار الله في منطقة الغيل بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن للحديث عن كل هذه القضايا وتشعوباتها يسرنا أن نصديف كلا من صلاح باتيس الأمين العام للإصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية وسيد حسن الصعدي أيضا عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في صعبة أرحب بكما ضيفانا من اليمن نبدأ إذن مع السيد صلاح باتيس لا شك أنك استمعت إلى ما قاله السيد عبد الملك الحوثي والذي يدعو الحشود إلى البقاء والنزول مجددا إلى الشوارع يبدو أن المعركة لم تنتهي لكنه يقول أيضا أنه لا يريد لي ذراع أحد في اليمن كيف تقرأ هذه التصريحات سيد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر لقناة الميادين هذه الفرصة وهذا الطرح والإتاحة الواضحة لما يتعلق بي أو ما يعتمل على الساحة اليمنية وبالنسبة لما تحدث به الأخ عبد الملك الحوثي وأنا قد استمعت إليه قبل قليل من مطالب شعبية ربما أقول أنه لا يختلف أحد عليها في أبناء الشعب اليمني ولا حتى في القوى السياسية الموجودة في الحكومة وخارج الحكومة ما يتعلق بإسقاط الجرعة ما يتعلق بتغيير الحكومة إلى حكومة شراكة وطنية وقائمة على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة وكذلك تطبيق مخرجات الحوار الوطني هذا مطالب لا يختلف عليها أحد القضية هي فقط في من هو الذي يعرقل تنفيذ هذه المطالب نحن نتحدث عن أن هناك حديث عن الشعب نحن الشعب وهم شعب وكل أبناء اليمن شعب كل الذين خرجوا في الساحات كل الذين خرجوا في الميادين سواء في شارع المطار أو في الستين أو في شارع الزبيري أو في جميع المحافظات هؤلاء هم أبناء الشعب اليمني كلهم يطالبون بهذه المطالب وأكبر من هذه المطالب لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وبناء يمن جديد خالي من الظلم والاستبداد والاستحواذ والإقصاء وكذلك تطبيق مخرجات الحوار الوطني لكن هناك صراع على الأرض اليوم يؤيق تنفيذ هذه المطالب صراع بين جماعة الحوثي التي تريد أن تسيطر على محافظات وتديرها بأكملها وكذلك تريد أن تسيطر على معسكرات وتأخذ ما بها من أسلحة لتقاتل بها الجيش والدولة وهناك كذلك صراع مع الدولة التي تريد أن تستعيد هذه المحافظات وتبسط نفوذ الدولة كما نصت بذلك مخرجات الحوار الوطني لذلك أنا أناشد الأخ عبد الملك الحوثي أننا كشعب لا نريد أن نضيع بين تعنت الحوثي في التمسك بحكم صعدة وعمران والتوسع باتجاه الجوف والصنعة وغيرها من المحافظات وبين تعنت الدولة في استعادة هذه الأراضي واستعادة هذه المحافظات وبسط نفوذ الدولة عليها نحن نقول علينا أن نلتزم جميعا حتى يتحقق للشعب ما يطلبه ولا تكونوا أنتم سبب من أسباب إعاقة تنفيذ هذه المطالب المشروعة لأبناء الشعب اليمني وأكبر من ذلك بناء اليمن الجديد الذي هو مطلب لكل اليمنيين في الداخل والخارج وعلى الرئيس عبد الرب منصور وحكومة الوفاة كذلك أن يضمنوا حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بسلمية وبقانونية وعدم الخروج سيد صلاح نعم عندما تقول أن لا أحد في اليمن يختلف على شرعية هذه المطالب لكنك أيضا تقول أن جماعة الحوثي تريد السيطرة على بعض المناطق وكأنك تتهم الحوثيين وحركة أنصار الله وأيضا باستغلال الوضع الاجتماعي من أجل الحصول على مكاسب سياسية وهو ما يناهضه أيضا كلام عبد الملك الحوثي قبل قليل أبدا أنا لا أتهم هذا واقع على الأرض أنا أتكلم كناصح وكأخ وكمواطن يمني من أبناء الشعب الذي يقول الأخ عبد الملك الحوثي أنه يناضل من أجل حق هذا الشعب أنا أقول أن هذا هو خطاب الرئيس عبد الرب منصور هادي هذا هو ما نصت عليه وثيقة الحوار الوطني الواقع الذي تعيشه اليوم محافظة صعدة ومحافظة عمران أبناء صعدة اليوم وأبناء عمران أكثر من 150 ألف نازحين في صنعة باستطاعة قناة المسيرة وغيرها من القنوات أن تخرج وتسألهم ما الذي هجركم لماذا لا تستطيعون العودة إلى عمران لماذا لا تستطيعون العودة إلى صعدة الحرب الدائرة اليوم في الجوف ما هدفها يعني عندما نتحدث عن هذا الواقع الذي على الأرض لا شك أن هناك طرف هو الذي يفجر هذا الموقف وعلى الجهة الوحيدة المسؤولة والمعنية بتحديد هذا الطرف هي الدولة هو الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي نعترف نحن ويعترف الأخ الحوثي ويعترف كل أبناء الشعب اليمني بأنه الرئيس الشرعي لليمن في هذه المرحلة رئيس توافقي اختاره كل اليمنيون نسأل الرئيس عبد الرب منصور هادي من هو الطرف الذي يفجر الأوضاع ويعيق بسط نفوذ الدولة على هذه الأماكن عندها سنعرف من هو الطرف المعرق لتنفيذ هذه المطالب لو تسمح لي بالانتقال إلى صعدة إلى ضيفنا الآخر في حوار الساعة السيد حسن الصعدي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أسألك سيدي الكريم طبعا لا أعلم إذا كنت استمعت بالكامل إلى ما قاله السيد صلاح باتيس ولكنه يعني يشيد أيضا بكلام السيد عبد الملك الحوثي يقول أن هذه المطالب مطالب محقة ومشروع لكن يبدو أن هناك اختلاف حول آلية التنفيذ ويتهم بعض الأطراف أو طرفا ما لم يسمه بأنه يريد تفجير الأوضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أشكركم وأشكر قناة الميادين وأرحب بالأستاذ صلاح باتيس وأقول في البداية نحن متفقون على أن هناك مطالب شعبية وأنها مطالب محقة وأنها مطالب مشروعة وننطلق من هذا الاتفاق ومن هذه الرؤية إلى التنفيذ إذا كنا نطالب مطالب مشروعة وهم نطالب مطالب مشروعة فكما قال الذي يعيق تنفيذ هذه المطالب اليوم هو خصم للشعب الذي يعيق تنفيذ هذه المطالب الذي رفض أن يتقدم خطوة حقيقية باتجاه تنفيذها وذهب إلى قضايا جانبية وقضايا أخرى واستدعى قضايا مثل قضية عمران ومثل قضية الجوف وغيرها من القضايا وقضية صعدة وقضية النازحين مع أنه وقدر للأستاذ صلاح موقفه من النازحين وألمه على النازحين لكنه في الواقع لم يتألم على أبناء صعدة الذين ضربوا ستة حروب وشردوا وقتلوا وعندما جاءت مخرجات الحوار لتضمن حق النازح كما ضمنت أيضا حق الأبناء صعدة وغيرهم عرقلوا هذه المخرجات وكان بإمكان تنفيذها لأن من ضمنها مصالحة وطنية ومن ضمنها جبر الضرر للناس ومن ضمنها معالجة آثار الحروب ونحن ما زلنا نطالب بمخرجات الحوار منذ أن انتهى الحوار إلى اليوم لماذا لم يبدأ هؤلاء في تنفيذ مخرجات الحوار الذي يعيق كل المسألة هو هؤلاء قضية عمران الرئيس زار عمران بعد الأحداث وأعلن من هناك أنها عادت لاحظون الجمهورية واليوم عمران تنعم بالعيش الآمن والكريم سلمت جميع المؤسسات جميع المباني الحكومية سلمت البنوك بما فيها لم يأخذ منها ريالا واحدا أما الذي يجري في عمران وكذلك أذكر الأستاذ صلاح وأذكركم بأنه عندما صدر تقرير أو بيان أو في حين صدر بأنه هناك صراع مع ميليشيات حزبية يعني مع الإصلاح وليست مع الدولة ولا مع الجيش ونتذكر أيضا أنه وزارة الدفاع قالت إنها محايدة في هذا الصراع ونزلت لجنة من الدولة لتحل الإشكال بين الإصلاح وبين أنصار الله يعني لم يكن صراع مع الدولة حتى لا نغرق في التفاصيل سيد الكريم سيد حسن نعم حتى لا نغرق في التفاصيل لو سمحت يعني هناك نقاط خلافية كثيرة طبعا لن نعود إلى ما جرى في عمران يبدو الأزمة وقال أنها قد انتهت إلى حد ما السيد صلاح يتحدث ربما عن وجود نازحين من هناك ولكن نتحدث الآن عن مشكلة أكبر هناك نوع من عدم الثقة على ما يبدو بين السيد عبد الملك الحوثي وأنصار الله وأيضا شريحة كبيرة أيضا من الشعب اليمني بحسب ما يقر كثيرون ويعترفون بأن هذه المطالب مشروع لكن الخلاف حول الألية طالما أن هناك اتفاقا حول بعض النقاط الأساسية لماذا لا يتم التوصل إلى نقاط مشتركة على الأقل يعني من تقدم ليونة أو تنازل من هذا الطرف وذاك من أجل الوصول إلى المبتغى وهو تحقيق المطالب في الحقيقة نحن نستغرب كما تسألون نحن أيضا نتساءل ونستغرب لأنه كلما اتجهنا إلى المطالب وحددناها وطالبنا بها ذهب هؤلاء بنا وعدوا بنا إلى قضايا كما قلت لك عمران وغيرها ونقول إذا كان هناك فعلا نوايا جادة فيجب أن تكون هناك مبادرات تستحق هذا الخروج الكبير من ملايين الشعب ملايين من الشعب خرجوا إلى الشارع هل هذا الخروج الكبير لا يستحق منهم نظرة جادة ومعالجة جادة الذي تقدم به هؤلاء هي مبادرة هزيرة جدا يعني كان فيها العرض لا يساوي جهد هؤلاء الناس وأمالهم وطموحاتهم لا يلبي تطلعات الناس لو أنه وجدت هناك لأننا نقول نحن مفتحون على جميع المبادرات وعلى الحوار ولسنا نبحث عن تصعيد بل لمجرد تصعيد نحن نبحث عن حلول حقيقية ومعالجات حقيقية ولو وجدنا مبادرة تتناسب لتعاطينا معها بشكل إيجابي ولكن يا أخي هل نتحمل نحن أنصر الله اليوم هل نتحمل مسؤولية الاستجابة لمبادرة قدمت ثمن قيمة الدبا البترول أو الديزل التي اليمني في أشد الحاجة إليها في هذه الأيام يعني هل يمكن المشكلة فقط لنشرح للمشاهد العربي أينما كان هل المشكلة فقط تتعلق بموضوع الديزل أو المزوت أو الخفض الذي لحق بالمشتقات النفطية عن 30% هناك من يريد أكثر من ذلك بحسب ما تابعنا ولكن أيضا هناك خلاف حول طبيعة الحكومة هناك أيضا خلاف حول تشكيلة هذه الحكومة ومن يدخلها يعني هناك قضايا كثيرة اسمح لي أن نعود مجددا إلى سيد صلاح باتيس ونسأله حول ما يقوله السيد حسن الصعدي هو يتحدث عن انفتاح عن رغبة في الحوار وفي حل هذه المشاكل لكنه يسأل يعني أنا أسأل بدوري من الذي يمكن أن يقوم بوساطة من أجل تقريب بين الطرفين يعني هناك تباعد كبير وهناك دقات مشتركة كثيرة شكرا للأخ حسن على هذا الطرح الهادئ والراقي وحسن الخلق والحقيقة أنا أسجل هنا إعجابي وكذلك تكديري وامتناني لعدد كبير من الإخوة أنصار الله الذين التقينا بهم في مؤتمر الحوار الوطني وأذكر منهم أخي وزميلي في فريق الحكم الرشيد الأخ حسين العزي وغيره حقيقة الأخ صالح هبراء وغيرهم من الأخ والأفضلاء والعقلاء أنا أتحدث في قضية هي في لب هذا الموضوع وأتمنى من الأخ حسن أن يركز معي وينقلها بواسطته إلى الأخ عبد الملك الحوثي وإلى قيادة أنصار الله بعد مقابلك هذه قبل يومين على قناة العالم مع الأخ علي القحوم أنا شخصيا وهو تحدثنا تحديدا حول هذا الموضوع ويبدو أن الأخ الرئيس تابع هذه المقابلة فاتصل بي بعد المقابلة مباشرة وقال عندما يتحدث الأخوة أنصار الله والحوثيون أنهم سلموا عمران أنا صحيح خرجت لأستلم عمران واتفقنا أن يذهب المحافظ ليستلم عمران قال ففجئنا بأبو علي الحاكم يستقبل المحافظ ثم يقول له تفضل إلى مبنى المحافظة وتتلقى أوامرك مني أنا لا تتلقى أوامرك لا من رئيس ولا من حكومة ولا وزارة ولا غيرها أوامرك من عندي أنا هذه قضية حساسة على الإخوة الحوثيين أن يدركوها نحن نتحدث عن مطالب شعب ونحن نتحدث ومعكم في هذه المطالب ونحن جزء من هذا الشعب وخرجنا بالملايين في كل المحافظات في الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية وكنت أتمنى من الأخ عبد الملك الحوثي كما أنا أشيد الآن بصفة الأمين العام للاصطفاف الشعبي أشيد بالمعتصمين السلميين في كل ساحات اليمن سواء من طرف الحوثي أو من طرفنا كنت أتمنى أنه أشهاد بالملايين الهادرة التي خرجت الغير مسبوقة في ساحات اليمن في شارع الزبيري في شارع الستين في عدن في تعز في غيرها من محافظات اليمن حقيقة يا أخي الكريم نحن نتحدث عن دولة الشخص الوحيد أنا سمعت الآن من الأخ حسن يقول هناك صراع بينهم وبين الإصلاح الشخص الوحيد والجهة الوحيدة أنا أتحدث كمواطن وكشعب كما نقول دائما الشعب ومطالب الشعب أتحدث كشعب الشخص المعني الوحيد في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن بتحديد الجهات المتصارعة هو الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصرهادي إلا إذا كنتم تشكون في إخلاصه وصدقه وجدارته وكفاءته بإدارة هذه المرحلة الرئيس عبد الرب منصرهادي دائما يتحدث أن الصراع الدائر في صعدة في عمران في الجوف في كل الأماكن اليمن الصراع الدائر بين جماعة الحوثي والدولة جماعة الحوثي والجيش لم أسمع من الرئيس عبد الرب منصور مرة واحدة أنه قال بين الحوثي والإصلاح حتى نتدخل نحن كأبناء الشعب اليمني أو كعقلاء من أبناء الشعب اليمني إن كنتم تعتبرون أننا من العقلاء نتدخل لأنني أيضا استمعت من عبد الملك الحوثي أنه يقول في الأحزاب اليمنية وفي بعض الأحزاب اليمنية عقلاء ودواعش إذا كانت بعض الأحزاب فيها عقلاء ودواعش فكيف للدواعش أن تبقي على العقلاء ولم تقتلهم وكيف للعقلاء أن يقبلوا ببكاء الدواعش أتمنى أن نرتقي في خطابنا إلى مستوى أعلى وأكثر مسؤولية منها على كل حال سيد صلاح سيد عبد الملك الحوثي تطرق في خطابه هذا الاثنين إلى موضوع الدواعش وعدما قال تحدثه عن استقدام عناصر داعشية إلى الصنعاء وقال إنه يجري إكرام هؤلاء وهم الذين دبحوا الجنود اليمنين في حضر موت لا يتحدث من العدم قد يكون لديه معلومات باعتباره أحد الأركان البارزين في اليمن يقول أيضا إن من ينتمون للفكر الداعشي ومن يريدون أن تفعل داعش باليمنيين كما تفعل بالعراق هم يتغلغلون في مؤسسات الدولة هو يعرف عن مخاوف ربما من وجود بعض المتطرفين المتشددين الذين يحاولون الدخول وقد يكون بعض هؤلاء ممن يقدمون النصح السيء ربما لأصحاب القرار سيد صلاح من حق الأخ عبد الملك الحوثي وكل أبناء الشعب اليمني أن يتوجسوا وأن يراقبوا ونحن حين قلنا أننا رفعنا الساحات في أيام الثورة الشبابية قلنا أننا تحولنا إلى الركابة الثورية فنحن جميعا نراقب أداء الدولة وأداء الحكومة ومؤسساتها لكن هناك طريقة هناك وسيلة ينبغي علينا أن نسلكها وأن نسير فيها بطريقة سلمية وبطريقة حضارية وبطريقة محترمة للتغيير أو للتقويم لأننا عندما نتحدث ونتهم الدولة أنها تؤوي الدواعش أو تؤوي عناصر قامت بذبح الجنود أو تكرمهم أو تمكنهم في مؤسسات الدولة هذا اتهام خطير على من يقدم هذا الاتهام أو من يدلي بهذا الاتهام أن يقدم الأدلة الحقيقية والقراء التي لا تدع مجالا للشك حتى يكون لأبناء الشعب اليمني كلمتهم ووقفتهم مع من كان السبب في هذا حتى ولو كان الرئيس عبد ربو منصور هادي فهو شخص مسؤول أمام هذا الشعب وإن كان رئيس الجمهورية لكن عندما نتحدث مثلا عن مطالب شعب مطالب الشعب اليمني كلنا معها ونحن خرجنا وسنستمر في خروجنا حتى أننا لن نترك الساحات اليوم سؤال يفرد دفسه سيد صلاح سأتحول لاحقا بعد إجابتك المختصرة لو سمحت طالما أن هناك توافقا على المطالب لماذا لا تجتمعون جميعا أنصار الله وأيضا الاقتلاف أو الاستفاف الشعبي لحماية المكتسابات الوطنية جميعا من أجل تحقيق هذه المطالب كيفما كانت لأن الوضع يستدعي على الأقل ربما بعض المرونة من قبل كل الأطراف وأنتم تبدون اهتماما وتأييدا لهذه المطالب لماذا لا تجتمعون كلكم على مطلب واحد وتجتمعون أيضا في الساحات بالعكس نحن نرحب بهذه الأطروحات وقد التقينا في مؤتمر الحوار الوطني ومستعدون أن نلتقي في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من قاعة وعلى أكثر من طاولة لنتحاور أنا أدعو الأخ حسن وأدعو الأخ عبد الملك الحوثي أن نلتقي وعلينا أن نترك التمترس خلف الدبابة وخلف المدفع أو الخوف والرهبة من أننا قد ربما نواجه أو نقابل دواعش أو قواعد أو غيرها هناك دولة وهناك مؤسسات نحتاج فقط أن نقوم مسارها وأن نصحح طريقها نحن في الأصطفاف الشعبي لإحماية المكتسبات الوطنية نقف هذا الوقف المسؤولة الجادة في هذه اللحظة الفارقة التاريخية ونقول للجميع الصواب صواب والخطأ خطأ المطالب صحيحة لكن الوسيلة خطأ نقول للدولة التباطع خطأ والخطوة التي تقدمت بها اللجنة الرئاسية والوطنية والمبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح فقط نريدنا الرئيس أن يسارع في تنفيذها تسارع في إعادة النظر في الجرعة التخفيض الذي تم مقبول لكننا لا نقبل به كحد أعلى نريد أكثر من ذلك كذلك ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية نتمنى أن تكون من الكفاءات التي لم يسبق لها أن تورطت في دماء وأموال هذا الشعب مواقف مشجعة والشعب اليمن يملي بهذه المطالب وأنا أرحب بهذه الفكرة هو مستعد من هذه اللحظة أن نلتقي ونجتمع ونتحاور لكن على الجميع أن يلتزم لا تطلب ولا تعطي اعطي ما عليك اعطي ما عليك عليك واجب ولك حق لك حق وعليك واجب علينا جميعا أن نلتزم بما لنا وما علينا لو تسمح لي بالعودة مجددا إلى سيد حسن الصعدي استمعنا طبعا سوية سيدي لما قاله السيد صراح بتيس يعني كلمات جد إيجابية مشجعة ومتفاهمة حتى بالنسبة لموضوع الحكومة وكيف السبيل إلى الطلاق الآن أنا يا أخي أقول أنا كذلك أثمن هذا الطرح الجميل وهذا الخطاب لكن أتمنى كذلك أن يكون بموازاة هذا الطرح الجميل وهذا الخطاب الراغي أن يكون هناك فعلا تعاطي حقيقي يعني وتشخيص للمشكلة كما هي وليس للهروب منها لأنه أنا أكد كذلك هو يقول أن الرئيس الجمهوري هو المعنى الوحيد اليوم بتحديد من هو الطرف المعارق كذلك أنا أقول الرئيس الجمهوري نفسه هو الذي عندما خرج إلى عمران وعندما كانت هناك عداث عمران هو نفسه الذي اتهمتموه بالخيانة واتهمتم وزير الدفاع بالخيانة أنتم في حزب الأصلاح لأنهم وقفوا على الحياد كما قلتم ولأنهم لم يتدخلوا لمواجهة أنصار الله وكذلك اليوم تقولون نفس الكلام فيما تعلق بالجوف وقد خرجتم بمظاهرات وأنت معي يا أخي أنه خرجت مظاهرات جنب منزل الرئيس الجمهورية تخون وزير الدفاع يا أخي العزيز هؤلاء يطرحون الطرح للأسف الشديد طرح هذا الذي يبدو في ظاهر الأمر وكأنه إيجابي وكأنه لكنهم يهربون من أساس المشكلة يهربون إلى مثل هذا الطرح يعني تخوين الرئيس مسألة أيضا خطيرة هؤلاء ويقولون أن الرئيس يعمل مع أنصار الله ضد الإصلاح ولمواجهة الإصلاح أسكريا وله أهداف كذا وأنه وزير الدفاع كذلك وخونوا الدولة وخونوا لأنها لم تقف في وجه أنصار الله وعندما يتكلم أيضا في مسألة الدواعش وأقول بصراحة شديدة الإصلاح يتبنى هؤلاء ودافع عنهم في إعلامه وطالما دفع بهم في مواجهات ضد خصومه يعني هو يقاتل بهم ويدفع بهم نحو المحارك ثم يتنصل عنهم ونحن نعلم مسألة أنه لا يوجد دواعش هذا الكلام خطير عندما يقولون أن الرئيس هو الذي يحدد وأنه يقول أننا اليوم ضد الدولة يعني أن الرئيس يعطي غطاء سياسي وشرعي للدواعش في الجوف لأنكم تعلمون أنه حصلنا على وثائق كثيرة تثبت أن هؤلاء يخططون لماذا لا تنشرون هذه الوثائق؟ سيد حسن سيد حسن فقط فقط نقطة لماذا لا تنشرون هذه الوثائق؟ موجودة نشرناها تباعا في قناة المسيرة ولا زال الكثير منها موجود وسننشر ما تبقى وقد نشرنا الكثير والكثير وعلقنا عليه كثيرا وأوضحناه للعالم وكانت هناك أجندات وجه داول تستهدف المؤسسات وتستهدف الشخصيات من كل الأطياف وتستهدف الضباط وقد حصل فعلا قتل كثير واعتداءات كثيرة وحصلت جرائم هائلة في اليمن بسبب هؤلاء في العرضي وفي المستشفيات لم نجد حتى إدانة ألا ترى من المستغرب أن يخرج مثلا الزنداني وهو مسؤول وهو شخصية كبيرة في حزب الأصلاح ليجيب على السائل عندما سأله عن ذبح الجنود الأربعة عشر وماذا تقول عن الأربعمائة الذين قتلوا في عمران يعني يقارن بين من قاتل في وجه السلاح كتال ومن ذبح جنديا أعزل أسيرا ثم ذبحه أمام أنظار العالم ووثق هذه الصورة ليرعب اليمنيين كما يجري حال في البنطقة أيضا هناك مغالطة كبيرة نحن نحترم كل من خرج في الاستفاف ونقول هؤلاء يمنيون ولكن يعتقد أنهم مدفوعون بضغوط كثيرة منهم من ضغط عليه في وظيفته ومنهم من دفع له المال للأسف الشديد وهم قلة لأن اليمني أحرار لكن ضغط عليهم بأرزاقهم ومنهم من خرج تحت التأثير الحزبي والدعايات المغلوطة ومنهم لأنه لا يعقل أبدا أن يخرج هؤلاء ليطالبوا ببقاء الجرعة لا يعقل أن يخرج هؤلاء في وجه شعب يقول أن نحن نريد رفع الجرعة فقط نحن لا نطالب بمطالب فأوية ولا مطالب خاصة إذا كنتم تعتقدون أن الحوثي يزايد أو أن لديه أجندات أو أن لديه أهداف خاصة فاسحبوا البصاد من تحت الحوثي ونفذوا مطالب الشعب نعم على كل حال لماذا الثقة معدومة بين الرئيس منصور هادي والحوثيين ولماذا لجأت الحكومة إلى القوى للتعامل مع الاتصامات في صنعاء أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام من الواضح أن هناك أزمة ثقة بين معظم مكونات المجتمع اليمني يبدو أيضا أن الثقة معدومة أو شبه يعني غائبة بين الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك زعيم حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي الذي يقول أنه لا يريد ليذراع أحد ويدعو المشككين بنوايا المعتصمين إلى اختبال نواياهم من خلال تلبية هذه المطالب الذين يشككون في نوايانا أو في أهدافنا ليجربوا ليجربوا فليستجيبوا لهذه المطالب الثلاثة الشعبية إلغاء الجرعة إصقاط الحكومة وتغييرها بحكومة كفاءات تجسد الشراكة والنزاهة والكفاءة وال يتحرك وفق آلية صحيحة ومتفق عليها لتنفيذ مخرجات القوار الوطني وحينها سيتضح هل لدينا هدف آخر هل لدينا مطلب آخر هل نحن مجرد مستغلين لهذه المطالب ونحاول أن نتحرك ونتستر خلفها ليجربوا سيد صلاح باتيس أعود إليك مجددا طبعا استمعت إلى ما قاله مجددا عبد الملك الحوثي الذي دعا اليمنيين والسلطات في اليمن من أجل اختبار ما يقوم به لماذا لا تنطلق ربما العجلة من أجل وضع السيد عبد الملك الحوثي وأنصاره وكل المطالبين بهذه الإصلاحات أمام خياراتهم الحقيقة كلام جميل قالها الأخ عبد الملك الحوثي في هذه العبارة التي ذكر فيها الأهداف وذكر فيها الدعوة لتلبية هذه المطالب وهذه الأهداف وانظروا إلينا هل نحن نستغل هذه أم لا رائعة جدا ولذلك أنا أقول لماذا عندما نفتح بابا للحوار يغلق حتى وصلنا إلى ما يتقوله أنت يا أخي المقدم أن هناك أزمة ثقة إذن نحن بأمس الحاجة إلى أن نعزز الثقة بين الطرفين بين الدولة وبين الإخوة الحوثيين بحيث الدولة تستجيب والحوثيين يستجيبون الدولة تستجيب وتبدأ خطوات عملية في تنفيذ هذه المطالب والحوثيون يستجيبون ويبدأوا بخطوات عملية بسعب المسلحين من العاصمة ومن عمران وكذلك تسليم مؤسسات الدولة حتى يقول الرئيس استلمنا والمحافظ يباشر عمله وتبدأ الأمور طبيعية عند ذلك سيجد الأخ عبد الملك الحوثي أني أنا شخصيا إلى جانبه في الشارع ونقول للرئيس خطأ إذا كان الرئيس لم ينفذ قف عند حدك إذا كان لا يلتزم بما التزم به لكن عندما أرى أن هناك توقف للمعارك توقف للصراعات توقف للاعتداءات على الجيش وعلى مؤسسات الدولة من قبل الحوثيين أما ما يتعلق مثلا بقضية مثلا أن الرئيس أو الأخ حسن مثلا عندما يقول اتهمتم الرئيس أو اتهمتم مزير الدفاع حاشا لله بيانات التحالف أو قصد الاصطفاف بياناته واضحة ليس فيها اتهام لا للرئيس ولا للحكومة ولا للحوثيين ولا للأحزاب السياسية مطالب شعب بحته بوسائل سلمية صرفه بقانونية خالصة نحن أتمنى أن أكمل هذه العبارة بالذات عندما يقول اسحب البساط لا أنا ما أريد هذا الأسلوب كأن هناك صراع بين فصيلين حاشا لله أن نسحب البساط من تحت أي مكون يمني نتمنى ونرجو أن يكون جزء من الحياة السياسية وجزء من الشراكة الوطنية التي نبني نحن وهم اليمن الجديد لأننا نحن وهم أبناء وطن واحد لماذا نسحب البساط من بعضنا سيد صلاح نتفق ونمضي عندما تطالب الطرفين بأن يتعامل يعني أن يخطوى خطوات من أجل إيجاد حل جذري لهذه الأزمة من الذي برأيك عليه أن يبدأ بالخطوة الأولى أنا أقول أن الدولة هي عليها أن تبدأ بالخطوة الأولى وقد بدأت نحن قلنا للرئيس عبد رب منصراتي وأنا كنت عنده اليوم وكنت عنده قبل أمس وأوصيه دائما وأحثه دائما أن يبدأ هو لأنه الأب لأنه ولي الأمر لأنه المسؤول ابدأ قال بدأت بدأت بالخطوة الأولى وخططت الجرع إلى الحد الممكن في هذه المرحلة قلت له لا تكفي ادرسوا مرة أخرى وحاولوا مرة أخرى قال بدأت وأعلنت أنه خلال أسبوع سنشكل حكومة وحدة وطنية ودعوت الجميع للمشاركة في هذه الحكومة وقد بدأت في خطوة إعداد طبعا أين الخطوة الأخرى التي خطاها الأخ الحوثي وجماعتها أنا أتمنى نحن كاستفاف شعبي من الطرفين أن يخطو خطوة إلى الأمام رحمة بهؤلاء المعتصمين رحمة بالبائسين رحمة بالفقراء رحمة باللاجئين رحمة بالمشردين رحمة بالشعب اليمني الذي هاجر إلى أنحاء الأرض بحتا عن لقمة العيش واليمن يعج بالثروات وفيه من الخيرات ما يمكننا أن نبني وطنا من أقوى الأوطان في المنطقة كلها يا أخي الكريم نحن في الأصفاف الشعبي أرجو من الطرفين أن إذا خطى خطوة واحدة على الطرف الآخر أن يخطو خطوات نحو الأمام لأننا أبناء وطن واحد ويهمنا مستقبل هذا الوطن وأنا مستعد ونحن مستعدون في الهيئة الرئاسة للأصفاف الشعبي وفي الأمانة العامة وفي الهيئة التأسيسية التي تضم قاعدة عريضة من أبناء الشعب اليمني ومن مفكريه وقياديه السياسيين والقبليين والعلميين والشرعيين والشباب والمرأة من كل أبناء الشعب اليمني في هذا الاصطفاف لا ينتمي لحزب حتى نتهم حزب بعينه أنه يخرج أو يلزم أو يضغط بالوظيفة أو غيرها لا أتمنى من الأخ حسن أن يدرك كيدا أن الذين خرجوا بهذه الأعداد الهائلة في الساحات هم شعب يمني أصيل ولا يضغط عليهم أحد ولا يغريهم أحد ولا يدفع لهم أحد ولا يهددهم أحد قلت منكم مستعدون مستعدون لماذا؟ للقيام بمبادرة بوساطة بين الطرفين؟ مستعدون للالتقاء بالطرفين سواء بالدولة بالرئيس عبد الرب منصر هادي أو بالإخوة أنصار الله لكن أقول على الجميع أن يدرك حاجة الشعب اليمني اليوم في هذه اللحظة التاريخية إلى ضبط النفس وإلى المسئولية وإلى عدم التمترس خلف الدبابة والمدفع والآلي وترك السلاح والحوار وسحب كل ما من شأنه تأزيم الحياة الأمنية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية حتى نصل إلى نقطة الالتقاء ولكن على الجميع أيضا أن يلتزموا بما وقعوا عليه وما كم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة جميعا أرجو أن تبقى معي سيد صلاح أعود مجددا إلى السيد حسن الصعدي في الصعدة ما سمعناه من السيد صلاح كلام مشجع وجميل المشكلة أنه جميل أنه كلام جميل كلام جميل لأنهم يبعون العربة أمام الحصان يا أخي الأمر لا يحتاج هذه الخطاب المغازلة الشعب بهذه اللغة أنتم لديكم ما تقدمونه للشعب للشعب ليس الأمر صعبا إلى هذه الدرجة المسألة أنه خفضوا يا أخي مثلا الأستاذ صلاح من حزب الإصلاح وحزب الإصلاح تقدم عبر الأفندي الذي هو متخصص اقتصادي مسؤولة دائرة الاقتصادية في الإصلاح وقال إنه لو تم تخفيض الجرعة مثلا الفريال وليس خمسمائة كما تقدم حسب مبادرة الرئيس الفريال لما كان في ذلك ضرر على ميزانية الدولة وهذا الكلام من 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 مسؤولة دائرة الاقتصادية في الإصلاح الذي ينتمي إليها الأستاذ صلاح ولن يكون هناك ضرر ومع ذلك الرئيس تقدم بخمسمائة ريال وليس بألف ريال هناك تناقب حتى داخل الاستفاف هناك طرح من المؤتمر وهناك طرح من الإصلاح والأستاذ صلاح عندما يتكلم أنه سيكون وسيط هو جزء من المشكلة لأنه جزء من الإصلاح لأنه جزء من الاستفاف لأن هؤلاء كذلك يتمترسون بالسلاح لم نوقع اتفاقية مرة واحدة اتفاقية صلح في حرب من الحروب إلا مع الإصلاح واليوم يتكلم عن التمترس خلف الدبابة ولكن أيضا اسمح لي سيد حسن لأنه تكلم اسمح لي سيد حسن أنت تقول أنه كلام جميل فقط ما قاله سيد صلاح ولكن هو حمل أيضا أو دع الرئيس اليمني إلى أن يقوم بالخطوة الأولى وقال أن على الرئيس منصور هادي أن يقوم بهذه الخطوة وهذا شيء إيجابي المبادرة يجب أن تنطلق من قبل الرئيس ومن ثم على الحثيين أن يخطوا خطوة دالية أنا وأيد هذا فعلا إذا تقدم الرئيس بخطوات جيدة لكن خطوة لا ينبغي أن نكرر أن هذه المبادرة وواضح أن المبادرة لا تلبي تطلبات الشهر إذا فعلا تقدم الرئيس بمبادرة تكون فيها جزء أكبر من تدرس هذه ونتفق عليها ونحن لسنا كما قلت لك لا نطرح أمور تعجيزية نحن نبحث عن حلول حقيقية لكن للأسف فهم في كل مرة يبحثون عن قضايا أخرى لإثارتها ويتكلم أمام الناس بأن هؤلاء يتمترسون خلف الدبابة الذي يتقاتل اليوم مع أنصار الله هم الإصلاح هم المتشددون والجناع التكفيري في الإصلاح لا يمكن أن يخدع الناس الأستاذ صلاحة مع احترامي شديد له ولا حزب الإصلاح بأن الأنصار الله هم اليوم الوحيدين الذين يحملون السلاح ويتمترسون خلف الدبابة وقعنا السلح في الجوف مع الإصلاح وقعنا السلح في حجام مع الإصلاح وقعنا في عمران مع الإصلاح يعني في كل مرة كان الإصلاح جزء من الحرب وجزء من السلاح وجزء من السلام أيضا وجزء من السلام أيضا أو من الصلح في كل مرة كانت تقعها أنا أثمن كلام الأستاذ صلاح وأشد على يديه وأقف معه إذا كان هناك حقيقي للوصول إلى مبادرة فعلا تلبي تطلبات الشارع وتراعي ظروف الناس ومعاناة الناس فنحن لا يمكن أن نقف بوجهها وسنكون جزء من الحل ولا نكون جزء من المشكلة وأنا أقول ذلك لأنني أعتقد فعلا أن هناك داخل الإصلاح عقال ولديهم رغبة والأستاذ صلاح أكيد من هؤلاء لكن أرجو أن لا يهرب إلى قضايا أخرى ولا يكون الغزل مع رئيس الجمهورية على حساب قضايا الشعب رجاءا رئيس الجمهورية نحن لم نسئ إليه أبدا إلى الآن لم نسئ إلى الرئيس ولم نقول فيه سؤال وما زلنا نخاطبه في الساحة وفي كل مكان وعبر القناة بأنه عليك أن تستجيب للمطالب شعبك وأن تقف مع الشعب وأن لا تستجيب إلى الضغوط الخارج ولا إلى الضغوط الداخل سيد حسن ابقى معي لو سمحت يقول السيد الحوثي أن أمام الشعب اليمني الآن خياران إما مواصلة التحرك أو التأثر بسياسة التضليل والتخويف ومن غازات القنابل المسلع للدموع هو يدعو إلى الحشد مجددا هذا الثلاثاء هل تخشون من صدمات مجددا خصوصا بعد لجوء السلطات اليمنية وزارة الداخلية إلى القوة من أجل فضل الاعتصام في صنع أنا أقول بإذن الله أنه ستكون السلطة أكثر تعكلا وأنهم قد أدركوا أنه القتل والعنف لا يجدي أبدا ولن يحول دون بقاء الناس وثباتهم وأرجوك أن تسمح لي أن أذكر الأخ صلاح بنقطة هامة جدا في شهر رمضان خرج السيد عبد الملك في خطاب معروف ومشهور وخاطب الرئيس وخاطب الأحزاب وخاطب الجميع وقال لهم أنا أحذر من إنزال جرعة لا يتحملها الشعب أنا أحذر قبل أن تنزل الجرعة ومع ذلك لم يستدعى هذا المكون الذي يسمى أنصر الله ولم يستشر في هذه الجرعة بعد أن سمعوا التحذير لو كنا نريد أن نستغل الفرصة لما حذرنا من قبل لم نستدعى يا أخي بعد أن اتفقنا في مؤتمر الحوار على شراكة وطنية حقيقية تنصلوا لكل ذلك الذي اتفقنا عليه ولم نستدعى في هذا الأمر أحرجونا يا أخي أدعونا إلى هذا القرار الخطير الذي يتعلق بأمن البلد وبياستقرارها وبيعيشها وبيعيش أبنائها أدعونا واسألونا لعل لنا رأيا هم يدعون إلى أن تتشكل حكومة ربما تضم كفاءات ولكن أيضا تكون مظلة سياسية من كل الأحزاب والمكونات السياسية يعني أن تكونوا ضمن تلك الحكومة من أجل إعطاء دفع أكبر وربما تغطية كل القرارات التي قد تتخذ على هذا الصعيد أو ذاك نحن سنبارك أي حكومة كفاءات وطنية من أصحاب النزاهة ومسألة مشاركتنا في الحكومة غير واردة الآن لكنها ليست مطلب لنا نحن الآن مطلبنا واضح إذا وجدت حكومة كفاءة وطنية تنهض بالأمر وتنفذ مخرجات الحوار وتستوعب الناس فنحن سننضيف الأمر وسنبارك وسنؤيد وسنشجع وسنكون داعما قويا لهذا الأمر وليس بالضرورة أن نكون ضمن هذه الحكومة لأننا عندما طلبنا بتنفيذ مخرجات الحوار خرجوا علينا بمصفوفة منتقة حسب إرادتهم ولذلك نحن نشك في كثير من الإجراءات والخطوات لأنه نريد ضمانات يا أخي الآن يطالبنا أن نعود إلى ماكننا ما الذي يضمن هؤلاء تنصلوا من كل الاتفاقات كلامك يؤكد مجددا سيد حسن كلامك يؤكد مجددا على انعدام الثقة وكيف السبيل إلى جسر هذه الهوى الآن أعود مجددا إلى سيد صلاح فضل سيد حسن إذا أردت أن تكمل السبيل يا أخي باختصار نبدأ فعلا في خطوات عملية تزامن مع الخطوات العملية خطوات عملية من جهتنا يعني عندما يبدأ تنفيذ ذعلي مثلا لمخرجات الحوار وإيجاد فعلا حكومة فيها شراكة وفيها اتفاق بين اليمنين نبدأ نحن في خطوات عملية موازية بحيث نمشي معا لأننا نريد أن نقول لأن الشعب اليوم فاقد للثقة وليس أنصار الله فقط الشعب اليوم يقول لنا لو خرج الأستاذ صلاحي للشارع لسمع الآلاف يقولون رجاء يا أنصار الله لا تتركون هؤلاء يكذبون هؤلاء يكذبون رجاء نحن نبحث عن رجل صادق عن قيادة صادقة عن من فعلا يضمن لنا تحقيق المطالب شكرا لك أرجو أن تبقى معي مجددا نعود إلى سيد باتيس سيد صلاح طبعا استمعنا إلى ما قاله حول الخطوات العملية التي يبدي الحثيون استعدادهم من أجل القيام بها حال بدء السلطات أو الرئيس الخطوة الأولى ولكن يبدو أن الرئيس الذي يدعو عوانه وأنصاره وأيضا الإدارة الرسمية إلى الحذر والتحسب لكل الاحتمالات في ظل الأجواء الراهنة هل تخشى من أن تعمد الرئاسة إلى استخدام القوى مجددا من أجل التعامل مع حركة الاحتجاجات؟ خصوصا بعد ما جرى في صنعاء الأحد أنا أولا أتمنى أن يدرك الأخ حسن وغيره أنني هنا الأمينة العام للإصطفاف الشعبي لإحماية المكتسبات الوطنية وإن كنت أنتمي للإصلاح فرئيس الإصطفاف مؤتمر وفي الهيئة الوطنية اشتراكي وناصري وحراك ومستقل وفي كل هيئات الإصطفاف الشعبي لإحماية المكتسبات الوطنية من كل ألوان الطيف السياسي ومن كل أبناء الشعب اليمني إذا أردتم أن تتحاوروا مع الإصلاح تحديدا فاجلسوا مع اليدومي أو لآنسي أو محمد الكحطان أما أنا فأنا هنا باسم الإصطفاف الشعبي لإحماية المكتسبات الوطنية وأناشدكم أن نأتي لصوت العقل وصوت الشعب ومطالب الشعب حتى نحققها لا تكونوا من المعرقلين سلموا الدولة مؤسساتها سلموا الدولة أسلحتها سلموا الدولة معسكراتها عند ذلك نستطيع أن نقول أنكم عند حسن الظن وأنت بنفسك يا أخي حسن أرجو أن تراجع كلمتك قبل قليل عندما قلت يطالبوننا بالعودة إلى أماكننا من الذي يضمن؟ إذن أنتم لستم في أماكنكم هذه عبارة قلتها سجلها وراجعها أكثر من مرة أنتم لستم في أماكنكم من الذي يطالبكم بالعودة إلى أماكنكم وما هي الضمانات التي تريدونها ومن الذي قال لكم تتدموا على أماكنكم هذه قضية مهمة عليكم أن تنتبهوا لها أنا أتمنى أيضا من الأخ حسن أن نتحدث ونحن نتحدث عن الرئيس أن نتحدث بمسؤولية هل هو رئيس أو ليس برئيس إذا كان هناك اتفاقيات مع حزب الإصلاح الرئيس هو الذي يقول إذا كان هناك عرقلة فالرئيس هو الذي يقول إذا كان هناك من يقاتلكم وتقاتلونها الرئيس هو الذي يقول خاصة في هذه المرحلة الرئيس حصل على تفويض من مؤتمر الحوار الوطني بإكمال هذه المرحلة إذن الذي يدعوكم للمشاركة في الحكومة هو الرئيس الذي يمنحكم الثقة ويعطيكم الفرصة هو الرئيس لا تقول أعطونا أنا شعب مثلك ومثل الآخر ومثل الآخر الرئيس هو الذي يدعوني ويدعوك ويدعو الإصلاح ويدعو الاشتراك ويدعو المؤتمر إذن نحن نقول على الإخوة الحوثين أن يراجعوا حساباتهم ويدركوا جيدا من يخاطبون من المسؤول أمامهم الآن من الذي يريدون منه أن يدعوهم كما أن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية غير واردة أصلا من قبلكم لأنكم تحملون السلاح في وجه الدولة فكيف تشاركون في حكومة وأنتم تقاتلونها اليوم الثاني عليكم أن تبدأوا تسليل السلاح للدولة حمل السلاح في اليمن سيد صلاح عادة قديمة لدى الجميع حمل المسدس والآلي أما الدبابة والكاتيوشة والمدفع والمدرعات والمصفحات هذه أسلحة جيش نحن نتكلم عن الجيش السلاح السيادي السلاح الثقيل على جميع الأطراف أنا لا أستهدف ولا أتكلم عن الحوثيين فقط جميع أبناء الشعب اليمني والمكونات اليمنية التي تمتلك سلاح متوسط وثقيل أن تسلمه للدولة وأنا أقول للأخ حسن حتى يطمئن نحن لم نكتفي بالخمسمائة ريال ولم نكتفي فقط بإعلان حكومة وحدة وطنية نريد أكثر من ذلك نريد حكومة كفاءات تكنقراط نريد كفاءات نزيهة لا نقبل بالفاسدين ولا القتلة بل إنني أطمئنك كذلك وأقول طالبنا في بياناتنا وتصريحاتنا وها أنا أطالب الآن الرئيس عبد الرب منصرهادي أن يكشف كل التحقيقات عن حادث النهدين مسجد دار الرئاسة هيام ثورة الشباب عن حادثة جمعة الكرامة والقاع وحادثة السبعين والعرضي وحادثة الظالع وحوادث شبوة وحضرموت وحوادث صعدة لماذا نبش الماضي سيدي الآن؟ كل الجرائم التي ارتكبت في اليمن أتمنى من الرئيس أن يعلن والحكومة أن تعلن نتائج التحقيقات وأن يعتقل المتسببون فيها ويقدموا للمحاكمة كائنا من كانوا مهما كانت درجاتهم ورتبهم المسؤولية القبلية وغيرها سيد سلاح في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها اليمن هل تعتقد أنه من المناسب إعادة نبش الماضي خصوصا الآن؟ لا أبدا نحن مع المصالحة الوطنية نحن مع العدالة الانتقالية نحن مع تطبيق القانون نحن مع تجاوز هذه المراحل لكن شوف مصالحة وطنية بوابتها العدالة الانتقالية أن ينصف المظلوم المقتول المحروم المنهوب أن ينصف وكذلك يوقف القاتل والفاسد عند حده ولا يكون له فرصة مرة أخرى ليفسد ويقتل وينهب كائن من كان من أي حزب كان اسمح لي أن أكمل هذه النقطة التي سألت عنها فيما يتعلق بالاعتداء على المعتصمين المسالمين لا نحن نرفض الاعتداء على الآمنين نحن نرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين نحن نرفض الاعتداء على المعتصمين ونشجبه بأشد عبارات الشيب والاستنكار وأضع يدي في يد كل يمن حر شريف أن تقف الدولة عند حدها ولا تعتدي على السلميين لكن كذلك أتمنى أن لا تعطى المصالح الناس وأن لا يعتدى على وزارات وأن لا يعتدى على مؤسسات وأن لا يعتدى على مصالح عامة ولا خاصة وأن لا تقطع مداخل العاصمة وأن لا يقطع المطار وأن لا يعتدى على المحافظات ومحاولة السيطرة عليها هذه رصائل موجهة للذين يسيطرون الآن على هذه الأماكن لا نحن مع المعتصمين السلميين لكننا ضد المسلحين الذين يريدون أن يكتحموا أو يكتحموا المؤسسات والوزارات أو المحافظات المديرية فقط للاستضاح ربما بعض المشاهدين نطرح هكذا التساؤل أين تريد أن يعتصموا في الصحراء أو خارج العاصمة لا لا أبدا شوارع صنعاء ومحافظات اليمن وساحاتها واسعة ونستطيع أن نخرج معهم ونعتصم نستطيع أن نضع أيدينا في أيديهم هم أبناؤنا إخواننا ونحن وهم أصحاب قضية وأصحاب مطالب وكلنا هم الشعب اليمني من الشعب اليمني أنا وأنت أنا وأنت أقول للأخ حسن نحن جميعا أبناء الشعب اليمني نستطيع أن نعتصم في الساحات نستطيع أن ننصب الخيام نستطيع أن نرفع الشعارات ونسير المسيرات والمظاهرات وهذا حق مكفول في كل أنحاء الأرض لكن لا نعتدي ولا نقطع طريق ولا نعتدي على مؤسسة أو محافظة أو معسكر أو جيش أو أمن وكذلك لا نعطي المبررات للمسلحين أن يرتكبوا مثل هذه سيد حسن هل يمكن تحقيق ذلك ما طرحه السيد صلاح يمكن لكن يا أخي ما زال الأستاذ صلاح يعني الحقيقة أنا فعلا أنا أسمع الكلام الجميل لكن أستغرب من هذا الهروب هروب عجيب وعجز يعني كل مرة نهروب إلى الرئيس والرئيس والرئيس وكل مرة نهروب إلى أنه عودوا إلى أماكنكم نحن لم ننكر نحن فعلا السيد عبد الملك دعاهم إلى أن يدخلوا إلى المعتصمات لكننا يمنيون نحن لم نجي من خارج البلاد إذا توجهنا من زعادة إلى المعتصمات فهذا من حقنا لكن مسألة أنه الرئيس والرئيس من يحدد والرئيس والرئيس لا تهرب أخي للرئيس ولا إلى مسألة السلاح الثقيل والسلاح الخفيف تعلم أن السلاح لديكم كما هو لدينا وتعلم أننا كلنا نطالب الرئيس والرئيس والرئيس يا أخي تعالوا إلى أصل المشكلة إلى حقيقة المشكلة نحن كلنا نتبق على أن هناك جرعة ظالمة سيد حسن الوقت يدهمنا لا نهرب اسمح لي الوقت يدهمنا وأود أن أسألك هو يعتبر أن الرئيس وضابط الإقاع فوق كل المكونات السياسية هل تعتبرون الرئيس طرفا في الأزمة السياسية؟ لا نحن قلنا وما زلنا نقول ونكرر نحن نعتقد أن إشكالتنا الأساسية هي مع الحكومة ولذلك مطالب بإسقاط الحكومة ونقول ما زل الرئيس فعلا الرئيس توافقي ويجب أن يظل الرئيس مكانته لكن لا يجب أبدا أن نستخدم الرئيس ونتمترس خلف الرئيس للنيل من خصومنا يا أخي العزيز تعود حزب الأصلاح أن يتمترس خلف الجميع تمترس خلف علي صالح ثم خلف عبدربو ثم خلف علي محسن ثم خلف عمراني ثم خلف القشيبي ثم خلف لم يترك أحدا إلا وتمترس واليوم يتمترس خلف التكفيريين لا تهرب إلى هذه الأمور وواجه المشكلة كيف مع الشعب يا أخي كن صادقا لا نحتاج إلى الهروب المسألة واضحة جدا مطالب مشروعة محددة وواضحة ليس فيها تعجيز وليس فيها صعوبة والاستفاف الوطني هذا على العين والرأس لا نقول شيء لكن لماذا تخرجون الناس؟ نحن نتساءل تخرجونهم لماذا؟ للحفاظ على الجمهورية الجمهورية ليس عليها خطر الخطر الحقيقي هو أن تستمر هذه الحكومة بممارساتها بظلمها أن يستمر الفساد أن تستمر الجرعان لأن هذا سيؤدي إلى غياب السلم الاجتماعي وإلى تفكك أسري وإلى مشاكل هائلة من الفقر والجوع وإلى صراعات أخي أسمح لكلمة واحدة أخيرة لو سمحت عشر ثواني فقط سيد صلاح لأن الحلقة انتهت فضل سيد صلاح بالختام كلمة صغيرة الله أحفظك أخي حسن الذي أخرجكم أخرجنا نحن لم نخرج دفاعا عن الجرعة ولا دفاعا عن الحكومة خرجنا لأسقاط الجرعة وتغيير الحكومة شكرا وكان لبيان الاستفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية أثر كبير في اتخاذ القرار في بدء هذه الخطوات وأكرر مرة أخرى إذا كانت لديك مشكلة مع الإصلاح أو مع غيره فأتمنى من الإخوة في قناة الميادين أن يستدعوا اليدومي أو محمد كحطان ليتحدثوا معه سنحاول ذلك سيد الكريم نعم شكرا على المقترح مشاهدين الكرام في ختام هذا الحوار أشكركم على حسن المتابعة أشكر أيضا ضيفي من اليمن السيد صلاح بتيس الأمين العام للاستفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية والسيد حسن الصعدي عضو المكتب السياسي لأنصار الله وكان معنا من صعدة دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة